بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعيدة بلقائي معكم من جديد متابعية الأوفية وصفتنا اليوم ديسير أو تحلية سريعة التحضير بشكل وضوء راقي ومكونات بسيطة موجودة بكل بيت بكسرول أو طنجرة أضع 400 ميلي لتر من الحليب ما يعادل 1 كوب ونصف الكوب تقريبا أو كأسين وتلت كأس العنب وأضيف 3 ملاعق طعام من النشاء مايزينة أو دقيق الدراء نقطة جد مهمة يجب أن يكون الحليب بارد أو بحرارة المطبخ حتى يتحلل النشاء بكل بساطة وسرعة إذا كان الحليب ساخن ستتشكل لنا تكتلات غير مرغوب فيها لاحظوا معي اخسف النشاء تماما بالحليب حصلنا على خليط متجانس أضع الكسرول على نار هادئة إلى متوسطة وأضيف ملعق طعام من السكر الخاشين الساندة يمكن تعويضها بالعسل أو تعديل في الكمية دائما مع التقليب المستمر حتى لا يلتسق معي الخليط بقعر الإناء أصبح معي الخليط أكثر كثافة لاحظوا معي كلما سرقته فوق النار كلما ازدادت كثافته كلما خليناه فوق العافية كلما بدأت يتقال معنا وتعقد لاحظوا معي أضيت 100 جرام من الشوكولات البيضاء وأقلب جيدا حتى تخسفي بالخليط مجرد أن تخسفي بالخليط سأطفئ الموقت وأتأكد من عدم وجود أي قطع من الشوكولات بالخليط لاحظوا معي خوام ناعم وكتيف في هذه المرحلة سأستعين بقالب الكابكيك أو أي أوعية يناسب حجمها شكل الكؤوس التي نتوفر عليها أضع هذه الكؤوس بشكل مائل حتى نشكل التحلية كذلك بشكل مائل وجمالي رائع سأستعين بملعقة حساء وأملأ الكؤوس حتى المنتصب تقريبا بشكل مائل كما تتبعتم معي فهذه التحلية أو الديسير بسيط مكوناته متواجدة بكل البيوت سهل الإعداد تحضيره لا يتطلب إلا دقائق معدودة لا يحتاج إلى أي مجهود أسوي سطح الخليط الأبيض حتى نحصل على شكل مستوي ومتناسق أرجع الكأس قليلا حتى إذا كانت هناك بعض الفراغات بالخليط تملأ معنا وأدخلها لترتاح بالتلاجة في حين سنحضر الطبقة الثانية من الديسير لتشكيل هذه الطبقة سنحتاج نفس المكونات السابقة فقط هنا نستبدل الشوكولة البيضاء بالشوكولة بالحليب أو الشوكولة السوداء مع اتباع نفس الخطوات هذه هي كثافة الخليط الذي حصلنا عليه أخرج هنا الكؤوس من التلاجة سأضعها بالوضعية العادية لملئها كما تلاحظون تمسكت معي الطبقة البيضاء قليلا أملأ هذه الأكواب حتى تخسفي الطبقة البيضاء تماما بهذا نحصل على تحلية بشكل جد رائع وراقي هذا هو الشكل الذي حصلنا عليه سأدخله ليرتاح بالتلاجة على الأقل مدة ساعة كاملة ويقدم بعد ذلك بارد تحلية أو ديسير سريع التحضير بشكل وضوء راقي ومكونات بسيطة موجودة بكل بيت جاهز بالصحة والراحة إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب لا تنسوا المشاركة والاشتراك لأي استفسار أو اقتراح أنا رهن إشارتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة